ثمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبدالناصر بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس السيسي للأعمال الإنشائية للتطوير عدد من الطرق والمحاول بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تطوير محور جمال عبدالناصر الذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنية العشر للقمة الفرانكوفونية في جزيرة جربا التونسية هذا وبحث الرئيس التونسي قيس سعيدة مع الأمين العام للمنظمة الدولية للفرانكوفونية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة وبرامج عمل المنظمة في الفترة القادمة وقال الرئيس التونسي إن تونس تستضيف القمة احتراما لالتزاماتها بالرغم من الصعوبات التي اعترضت مصر تنظيمها معربا عن تقديره لتعاون المنظمة الدولية الفرانكوفونية في كل مراحل أعداد القمة قال الرئيس الوزراء الأوكرانية دينيس شاميهال إن ما يقرب من نصف نظام الطاقة في أوكرانيا قد تعطل نتيجة للقصف الروسي على البنية التحتية للبلاد وأوضح رئيس الوزراء الأوكرانية أن روسيا تواصل شن ضربات صاروخية مشيرا إلى أن بلاد بحاجة إلى دعم إضافي من شركائها في مجال الطاقة ومعدات إضافية فضلا عن المساعدة المالية لشراء كميات إضافية من الغاز وأشكال أخرى من الدعم لقطاع الطاقة يعقد مجلس الأمن الدولي الاثنين اجتماعا لبحث ملف الكوري الشمالي يأتي ذلك بعد أن أجرت بيونج يانج تجربة جديدة على صاروخ باليستي عابل القراط أثار تنديدات دولية وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال إن أحدى التجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية كانت على صاروخ طويل المدى يمكنه إصابة العديد من البلدان وداعيا مجلس الأمن الاجتماعي لمناقشة الوضع قال مسؤول بالبيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس التقت لمدة قصيرة مع رئيس الصيني شي جينبينغ وأضف المسؤول أن هاريس أشارت إلى الرسالة الهمة التي أكد عليه الرئيس جو بايدن في اجتماعه مع رئيس الصيني فيما يتعلق بدرورة وجود خطوط اتصال مفتوحة لإدارة المنافسة بين البلدين بمسؤولية قال وزير العدل الأمريكي ماريك جارلوند إنه عين جاكي ثماث وهو مدعي عام مختص بجرائم الحرب وللعمل كمستشار خاص للإشراف على تحقيقات وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترامب بما في ذلك طريقة التعامل مع الوثائق الحساسة والأحداث التي أعقبت انتخابات 2020 هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يطلق اختارا مسبقا بتعيين وزارة العدل مدعيا مستقلا للتقيق مع ترامب ومن جانبه أعتبر ترامب أن تعيين مدعي عام مستقل للإشراف على تقيقات بحقه أمرا غير عادل ووصفه بالمسيس على حد تعبيره نفذ ثلاح الجو الملكي البريطاني أول رحلة جوية عسكرية باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في العالم وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية أن طائرة تابعة لإسلاح الجو الملكي البريطانية حلقت في سماء مقاطعة أكسفورد الشاير جنوب شرق البلاد بوقود طيران مستدام بنسبة 100% ما يمهد الطريق لمجموعة من الاحتمالات لمستقبل الطائرات العسكرية والمدنية وأشار البيان إلى أن وجود الطيران المستدام يقلل من انبعاثات الكربون في دورة الحياة في المتوسط بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطائرات التقليدية ختام موجود الثامنة فاصلوا لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر